حذرت مملكة البحرين المرتبة الأولى خليجياً والتاسعة عشر عالمياً كأفضل الوجهات حول العالم لقامة الوافدين جاء ذلك في تقرير مؤسسة انترنيشنز المهتمة بشؤون المغتربين وتوجهاتهم حيث أوضحت تقرير أن مملكة البحرين تقدمت القائمة الخليجية والعالمية بين سبع وستين دولة حول العالم ضمت نحو أربعة عشر ألف مغترب من مائة وأربع وسبعين جنسية شملهم هذا الاستطلاع ويتضمن التقرير خمسة مؤشرات أساسية وهي جودة الحياة حيث احتلت البحرين المرتبة الأربعين عالمياً وسهولة الاندماج في المجتمع والتي جاءت البحرين فيه في المركز الثاني عشر عالمياً والوضع المالي الذي جاءت فيه البحرين في المرتبة السادسة والعشرين والحياة العائلية التي احتلت فيه البحرين المركز الرابع والثلاثين عالمياً فضلاً عن مؤشر العمل أو الوضع الوظيفي الذي كانت فيه البحرين في المركز التاسع عشر على مستوى العالم وعلى مستوى تكوين الصداقات والشعوب الودودة فقد جاءت مملكة البحرين في المرتبة السادسة عشر على مستوى العالم ترجمة نانسي قنقر